هل يا أصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان طبعا يا أصدقائي هذا الفيديو حيكون هو الفيديو الثاني بتحديث الإيرشيف الجزء الثاني فطبعا يا أصدقائي اليوم حخبركم وأوريكم أماكن السناديق السبعة الموجودة بالتحديث واللي لازم يا أصدقائي تروحوا كلكم وتحصلوها عشان حتحصلوا بالنهاية على كوينزات وجواهر بنفس الوقت فليهذا لازم تشاهدوا الفيديو بالكامل عشان تعرفوا أماكنهم وحطوا كثير لايكات واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وبس انشروا هذا الفيديو مع جميع أصدقائكم لحتى الكل يا أصدقائي يحصل على هذه الصناديق ويحصل على الجواهر والكوينزات وبس أتوقع تعالوا نبلش هسا بالفيديو تبعنا فلتس جو طبعا يا أصدقائي يلي ما يدري تحديث الارشيف نزل فيلي بعده ما محدث اللعبة يروح يحدثها على سوق بلاي ففي كثير بيكتبولي مرات أحيانا بالتعليقات التحديث ما نزل عندكم فطبعا يا أصدقائي يمكن من المساحة ولازم تروح تتأكدوا من سوق بلاي وتحدثوا اللعب عشان بعد الأجهزة ما تتحدث تحديثات فيها تلقائيا فكمان سويت لكم فيديو الجولة بالتحديث يا أصدقائي روحوا شوفوا الفيديو هذا كثير مهم استكشفت معاكم التحديث وكثير أشياء حلوة فأول صندوق سري يا أصدقائي حتلقوه هنا تعالوا أوريكم المكان تبعوا أول صندوق سري حتلقوه هنا فوق لعبة هوكموث فتره بعدها ضايلا يا أصدقائي تعالوا نحصلوا الحين فهذا هو الصندوق يا أصدقائي أوكي حنحصل منه على 200 كوينز حلو وثاني صندوق يا أصدقائي حتحصلوه بمدينة الروبوتات حكون هنا طبعا مكانه سري جدا شوفوا جواة الآيال فأوكي حتحصلوا من خلاله على 200 كوينز تمام هس يا أصدقائي تعالوا أوريكم مكان الصندوق الثالث فحتلقوه هنانا شوفوا فمكانه سهل جدا زي كذا سعدوا وبس حتأخذوه فيه 200 كوينز أوكي حلو طبعا الصندوق رقم أربعة مكانه قريب على هذا المكان تعالوا أوريكم ياه الحين شوفوا فهذا هو الصندوق الثالث بالفيديو أوه حتحصلوا منه جوهرتين وطبعا دولاب الهواء تغير وشوفوا شكله شلون ساير فهزي أصدقائي حصلنا على أربع سناديق وبعد داينة ثلاث سناديق فتعالوا أوريكم الصندوق رقم قمسة ويلي حتلقوه هنا تحت البحر فتعالوا معاي طبعا هذا المكان دايما بكاكسي تحط فيه أشياء أيوة فهذا هو طبعا يا أسقائي ما يحتاج شوفوا ما يحتاج مكنسة فزي كذا تقفزوا بس فبالبداية تتوقعوا إيش حيكون جواته ها خلينا ألتقت معه الصورة والله زمان ما سويت كذا الصورة مع الصناديق السرية بيكون شي كثير حلو بس تعالوا كذا حلو أو كذا مثلا بس خلينا ننوع من الأحسن وأحطها يا وبس حفظها عندي وما أتوقع أنه أنزلها بليوني فهذا هو الصندوق الرقم خمسة اللي بالفيديو فحتحصوا من خلاله على مئتين كوينز وحينفعوكم عشان تشيروا هذاك الصندوق اللي فيه الملابس طبعا ستمية كوينز وهس تعالوا أخبركم على مكان الصندوق السري السادس فطبعا لازم تجوهون حيكون وراء مكان مشهور وراء الروبوت فخلونا نيجي هنا وطبعا ما هيكون يعني هيك وراء هون لازم تنزلوا تحت فهذا هو الصندوق شوفوا طبعا هو تقريبا بعيد من هون شوية فهذا هو الصندوق رقم ستة اه كمان التقتوا كذا الصور يعني للذكريات ويس فهذه هي فتعالوا نشوف بيارة بتطلع جواهر اوكي جواهرتين حلو فشفتوا ترى يا سقاي بالنهاية حتحصلوا على جواهر وقوينزات ويلي حيفدوكم كثير عشان تشيروا أغراض التحديث ويس يعني أحلى من ولا شي عفكرة فهس يا سقاي أخيرا ضالنا فقط صندوق واحد بالفيديو فتعالوا أوريكم مكانه وأتوقع شفتوه فمكانه بعيد شوي لهذا قررت أخليه هو آخر شي فطبعا يا سقاي يحتاج لحتى تاخذوا هذا الصندوق تجوا على هذه اللعبة الجديدة تبع الحلقات لأن الصندوق حيكون فوق البرج وطبعا حاليا حتتسألوا شلون حنسعد لهناك فالحل الأروع والأسهل هو الطيارة الجديدة لازم نصعد زي كذا شفتو هذا هو نصعد أوكي أخذناها الحين وفيه 200 كوينز يا أصدقاي فهذا أسعب صندوق وطبعا أسعدوا بطيارة بالسهولة حتحصلوه وبس يا أصدقاي هذا هو الفيديو اليوم بالكامل وهذه هي أماكن السبع السناديق تبع تحديث الإيرشيف فحطوا كثير ليكات على هذا الفيديو عشان كثير تعابت لحتى أوريكم السناديق ونشروه مع جميع أصدقائكم بجميع مواقع التواصل للشمال حتى الكل يعرف بأماكن السناديق السحرية هذه وحصلوا على جواهر وكوينزات وانتظروني فيديوهات أكثر خلال تحديث الإيرشيف الجزء الثاني فبس ما السلام وبي باي السلام ترجمة نانسي قنقر